وعند ذكر 75 عاماً نسأل دائماً سؤال ونقول هل استطاعت دولة الكيان أن تثبت ذاتها على هذه الأرض بعد 75 عاماً بالطبع لا ولن تثبت نفسها لها لكن على مدارة 75 عام من 1948 وصدور قرار التأسيم وما إلى ذلك ده خليني هيخدني عند إشكاليات حل الدولتين يعني أنا أظن أننا في عندنا إشكالياتين رئيسيتين الشكلية الأولى هي أنه قرار التأسيم أصلاً معمول وكأنه وضع لأجل عدم الوصول لحل يعني أنا حتى يعني إذا أزنوا لي زميلي وحطوا لنا خريطة هنا هو هتورينا شكل الدولة في فلسطين سواء إذا كان زمان 17 47 67 الوضع القائم أنا أبدأ تكلم على قرار تأسيم غريب جداً عملته الأمم المتحدة لا يضمن وجود دولة بشكل حقيقي يعني أيوة يعني يمكن هي ما هيشة تبقى يعني أنا شايف أهو قدامي مثلاً أهو قدامي مثلاً أهو 947 وأنا شايف هنا المناطق الخضراء تشير إلى فلسطين المناطق البيضاء تشير إلى الكائن الصهيوني المحتل دي إزاي هتتحس بدولة يعني الأبيض يحيط بالأخضر من كل جانب نعم بنشوف الأخضر اللي موجود في الجنوب ألا وهو قطاع غزة زائد زائد عندي جزء تاني في الشمال في أقصى الشمال الفلسطيني أيضاً يطلع على المتوسط ثم عندي الضفة الغربية في وسط فلسطين لكن يحيط الكائن الفلسطيني بهذه الدولة تبقى لقرارة التأسيم طيب أجي بعد كده في 67 فأجد القطاع وأجد الضفة أوصل للوضع الحالي حتى الضفة نفسها الصهيوني دخلوها ووضعوا داخلها مستوطنات وضربوا بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط هذه خريطة شديدة الصعوبة حتى وأنا عايز أوصل لحدود 4 يونيو 67 لازم أعود أفكر وما هي الصلة التي سوف تربط القطاع بالضفة أنا عندي مساحة واسعة نعم السيطرة الصهيونية نعم دي إشكالي إشكالية الأخرى هي الخلافات الفلسطينية الفلسطينية طبعاً وحق لينا وقعين أنا لدي خلافات فتح مع بعضها البعض نعم وعندي خلافات 13 فصيل مع بعضهم البعض نعم وخلافات ما بين 13 فصيل أمام فتح يعني عندي 3 أنواع من الخلافة الأرض الفلسطينية نبدأ بأي الإشكاليات يعني أولاً دعني أقول لحضرتك أن الإشكال الأكبر والمشكلة الكبيرة هي الاحتلال والاحتلال هو سبب كل ما جرى للشعب الفلسطيني مش مختلفين عبر مئات عام وكما استعرضت خرائطكم كيف لهم أن بدأوا باحتلال فلسطين ثم بدأوا يتوسعوا بهذه الأرض لأن هناك مشروع استيطاني كولنيالي توسعي لهذه الدولة ومؤخراً كما وصلت إلى الخريطة الأخيرة ومع بعدها ما سمي بصفقة القرن الذي يتنكر إلى كل هذه الخرائط ويمحو فلسطين عن الخريطة هم يريدون محو الشعب الفلسطيني من على هذه الأرض وهذا تجلى خلال هذه الحرب وقبلها بكل السياسات التي تتبعوها ولذلك كنت تسأل أولاً حتى أجي إلى أسئلتك الأخرى كنت تسأل عن كيف يمكن أن تكون شكل الدولة الدولة الفلسطينية إن لم تكن دولة متصلة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أراضي الرابع من حزيران عام 67 التي هم أيضاً بالمناسبة هم أيضاً تجاوزوا حدود الرابع من حزيران وتجاوزوا خطوط الهدنة إن تحدثت عن حدود الرابع من حزيران فيتمتد إلى ما بعد حتى بيت حنون على اعتبار أن هناك بلدتهم التي أقاموها أو ما سميت مستعمرة إيرز وهي قيمة على أراضي بلدة دمرة وبيت حنون الأراضي فلسطينية ولذلك هم يراوغون وما زالوا يراوغون ويكذبون وما زالوا يحاول تسويق بضاعتهم وما تسمى روايتهم إلى العالم عبر الكذب والافتراء والتدليس والتزييف والتزوير الذي يتبعونه لذلك أي حل للدولتين يجب أن لا يكون بمفهوم إسرائيل بين قوسين ولا بمفهوم الأمريكان يجب أن يكون وفقا لهذه الخريطة الجغرافية السياسية التي تعطي الحق للفلسطينيين في إقامة دولة ليست كما كانوا يقولون دولة قابلة للحياة أو دولة فضفاضة أنا في رأيي دي أخطر خريطة سياسية وضعت على وجه البسيطة والمقارنات الأربعة دي أخطر ما في الملف الفلسطيني يعني أخطر ما في ملف قضية الصراع العربي الصهيوني هي الخريطة دي أرضنا بالكامل خضرة الجزء الأبيض اللي موجود في البداية قبل بلفور بالمناسبة دي كانت تواجدات طبيعية ليهود عرب موجودين في المنطقة بشكل عادي وطبيعي زي اللي موجودين كانوا عندنا في مصر وليموجود في اليمن وليموجود في كل حتة في المنطقة العربية وهم فلسطينيون وكانوا موجودين في هذه الأرض من هو موجود في هذه الأرض التطور الذي حصل هو هذا التطور الكاريسي في الأضياء هذا التطور الاستعماري الذي جاء بفعل القوة وبفعل آلة الحرب الإسرائيلية ولا حساب قتل الفلسطينيين كل هذه وضف على ذلك كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من المؤامرات عبر التاريخ حتى الاتفاقيات التي كانت تطرى على المائدة ربما كانت البيئة تختلف عن البيئة اليوم أيضا عندما نتحدث عن قرار التقسيم وغيره من القرارات عندما كانت ترفض أو يناقش حول آلياتها وتفاصيلها كانت البيئة والمناخ غير ذلك كان هناك مد عربي كبير ومد ثوري كبير وهناك كانت ذخيرة فلسطينية كبيرة ما زال هناك فعل ثوري كبير على الساحة الفلسطينية وسنأتي إلى الانقسام الذي ذكرت لأن الفلسطينيون عندما يكونوا موحدين لم يكون حالهم بالتأكيد بهذا الحال الذي يريده الاحتلال والذي هو وصفة مجانية لتسمين الاحتلال والذي هو الاحتلال اعتبره ورقة رابحة وطالما تغنى بهذا الانقسام وطالما حاوله وما زال بالمناسبة يطيل في أمد الانقسام الفلسطيني عبر طرحه لسيناريوهات ما بعد الحرب على غزة التي بدأت حضرتك في الحديث حولها في شكل كينونة قطاع غزة وكأنه هو الذي وكأن الفلسطينيون هم أحجار شطرنك وهو سيوزع وفلسطين ليست غزة فقط نعم غزة جزء من الأرض الفلسطينية ونقول ما يقوله الفلسطينيون وعلى رأسهم الرئيس موهد عباس أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة هذه جدلية مفرغة منها لكن كيف نأتي إلى ذلك يجب أن نبقى نقاتل في كل المنابر الدولية وأن نبقي على الحرب الدبلوماسية الفلسطينية وحتى العربية لأننا لا ننكر بالمناسبة حق العرب في أيضا معاركهم الدبلوماسية في كل المنابر الدولية لصالح الفلسطينيون وبجانبهم بغض النظر عن المراحل التي تمر بها الموقف العربي لكن للحقيقة اليوم هناك تطور عربي جيد يبنى عليه تقوده مصر بشكل كبير وهذا بدى واضح عندما ارتفع الخطاب سقف الخطاب المصري وقال للعالم لا هم يعرفوا ماذا يمكن أن تفعل مصر في المنطقة صحيح ويعرفوا أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن خاصرتها القوية فلسطين وخاصة غزة التي تشكل عمق استراتيجي كبير بالنسبة لمصر فالآن الكل يدرك أنه لا مجال إلا للعودة للحديث عن حق الشعب الفلسطيني كيف يمكن أن يتحقق للشعب الفلسطيني حقوقه ويجب أن يعود العالم والمجتمع الدولي إلى القاعدة الأولى وهي قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حق الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران ويجب أن تلجم إسرائيل وأن تجبر على الرضوخ بذلك لا أن يدير العالم ظهره ويستخدم الورقة الفلسطينية متى يشاء كما يجري الآن الآن الأمريكان شعروا بحرج كبير نتيجة هذه الحرب ووجهم تعرى أمام العالم وكانهم يخضون الحرب وما إسرائيل لا تخوض عنهم الحرب بالوكالة فعادوا يتحدثون عن الدولة لأن هناك عن الدولة الفلسطينية أحل الدولتين لأن هناك انتخابات أمريكية من جهة وهناك ضغط جماهيري كبير ورأيتم اليوم كيف أن الأمريكان ذاتهم رفعوا أكفهم منطخة بالدماء في وجه بلينكين ورفعوا هتفات لصالح فلسطين وغزة لذلك نقول أن العالم يجب أن يقف مع فلسطين وقفة عادلة وأن يبتعد هذا العالم عن ازدواجية المعيير والكيل بمكيالين ففي الوقت الذي يقف فيه هذا العالم الظالم الذي صمت عن دم غزة الذي هدر في شوارع غزة وسالة وملأ شوارع غزة هذه غزة التي أرادوها دائما وما زالوا أن تكون بقع سوداء لأنهم يدركوا موقع حجرافي وأرادوا أن يسلخوها عن الوطن الفلسطيني وأن يعمد ويعمقوا الانقسام الفلسطيني وأن يتحدثوا عن مشاريع تسوية في غزة أو دولة قزمية في غزة مرفوضة بالفعل من كل